اشتركوا في القناة وإدارة الأصول في نسخته السابعة مشيرا إلى حرص المتخصصين والعارضين والأكاديميين على المشاركة في إثراء المؤتمر بالمعلومات والخبرات وعرض أحدث التقنيات بما يعزز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا الحدث العالمي مؤكدا على أهمية تنفيذ مشاريع ذات تقنيات مبتكرة وتوفير منشآت وبنى تحتية ومعدات تتوافق مع المعايير الدولية لضمان تلبية الطلب العالمي على الطاقة وتأمين إمداداتها مع الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية والسعي نحو تحقيق الحياد الكربوني كما شدد على ظورة تبني الشركات لاستراتيجيات الحديثة للصيانة الوقائية والتنبؤية والاستباقية بهدف تمديد العمر الافتراضي للمعدات والمنشآت وتعزيز الانتاجية أوضح سعادة وزير النفط والبيئة بأن الشركات النفطية في مملكة البحرين تحت مضلة شركة بابكو أنيرجيز نفذت العديد من المبادرات لتحسين الانتاجية وتقليل التكاليف مع تعزيز فعالية المعدات وعلى هامش المؤتمر تتحى سعادة وزير النفط والبيئة المعرض المصاحب للمؤتمر والمقام بمشاركة أكثر من ثمانين شركة عالمية تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الصيانة والاعتمادية وأبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا الحادثية وآخر المستجدات الصناعية مما يتيح للحضور فرصة الاطلاع على الحلول والمندجات الداعمة لقطاعي الصيانة وإدارة الأصول أتمرنا اليوم جمعنا تقريبا أكثر شركات حاليا مشهورة في مجال المعدات ومجال صناعة المعدات ومجال صناعة حتى أدوات الصيانة سيكونوا متواجدين معنا في المعرض وسيكونوا بعرض تكنولوجيا حديثة خاصة في مجال الذكاء الصناعي الذي حاليا يستخدم كطرق حديثة لاستمرارية المعامل وتنبؤ بأي خلل قد يحدث لأي معدد داخل المعمل شرف كبير لي أن أحصل على أفوز بهذه الجائزة كقاهدة المستقبل في مجال الصيانة والإتمادية الحمد لله هذه الجائزة تعتبر شهادة على الجهود اللي بدلناها في مجال الصيانة والإتمادية وحرصنا على ابتكار والتطوير